على مدى عقود طويلة بنيت العلاقات المصرية الفرنسية على أسس من الاحترام المتبادل بين البلدين والمصالح المشتركة وبمرور السنين تطورت العلاقات إلى حد الشراكة الاستراتيجية انطلاقا من مكانة مصر في محيطها وموقع فرنسا التي تعتبر أحد القوى الأوروبية القبرى المتبادل والمصالح المشتركة بنيت العلاقات المصرية الفرنسية عبر عقود من الزمان علاقات شهدت العديد من التطورات حتى وصلت إلى حد الشراكة الاستراتيجية انطلاقا من مكانة مصر في محيطها العربي والأفريقي وموقع فرنسا باعتبارها إحدى القوى الأوروبية الكبرى ومنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم عام 2014 شهدت مجالات التعاون بين القاهرة وباريس نقلة نوعية غير مسبوقة عشرات الزيارات الرسمية رفعت المستوى بين مسؤول البلدين على كافة المستويات زيارات عكست التقارب الكبير في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية والملفات الإقليمية والدولية فعلى الصعيد السياسي تتلاقى وجهات النظر المصرية الفرنسية حول مختلف القضايا كما تتخذ الدولتان مواقف متقاربة على المستويين الإقليمي والدولي في عدة قضايا من أهمها التعبئة الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتمسك بحل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين وفيما يتعلق بالأزمة الليبية يتفق الجانبان على ضرورة دعم المصار السياسي وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابية إلى جانب خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية توافق تكلل باستضافة باريس مؤتمرين دوليين حول ليبيا ومشاركة مصر بفعالية بهما وحول تطورات الأوضاع السودانية يتوافق الجانبان على أهمية التعامل مع التحديات الراهنة على نحو يحقق الاستقرار والأمن للشعب السوداني ويحافظ على المصار الديمقراطي كما تتفق القاهرة وباريس على حتمية دعم وحدة الصف العراقي والحل السياسي للأزمة السورية هذا إلى جانب التنصيق الثنائي فيما يتعلق بقضية الهجرة غير المشروعة هكذا تكتسب العلاقات المصرية الفرنسية زخما يوما بعد يوم وتتعمق الشراكة الاستراتيجية لآفاق أرحب عنوانها المصالح المشتركة